التحق بمكان عمله ليؤدي واجب الدفاع عن الوطن فعاد جثة هامدة القصة بدأت بتوجيه عقوبة من قبل ضابط داخل السرية الرابعة التابعة لحرس الحدود اذ رمي مروان في مستشفى القائم غرب المحافظة ليبقى ذوه في حيرة من امرهم في تحديد القاتل ولماذا واي ذنب اقترفه ليعذب ويقتل بهذه الطريقة الوحشية داخل سريته لكن حتى الان لم يتم توضيح الجهات الامنية المسيطرة هناك ما حصل اخويا لتعق يوم ستة بالشهر راح للدوام دوام عاد وراح يدوم يوم ثمانية بالشهر اللي بيوم عرفه صادف تفاجئت بتليفون بالتسعب اللي قالوا لي اخوك ميت بالمستشفى ما القائم فانا طلعت منها للقائم راح تلقيت اخويا بالزي العسكري مارسين ويا انواع التعذيب وانت شفت الصور بعيونكم وصور واضحة وما بها ينكار كل لقاح يعني هو متوفي قبل خمس ساعات يا الله جايبين اذا بنا بمستشفى القام ومن هزمين عايبين ام ماشي ام المغدور تطالب بحق فلذة كبدها الذي رحل دون عودة تاركا خلفه اربعة اطفال بلا معين او مأوى بعد ان هدم بيتهم على يد الارهاب اطفال مروان كانوا بانتظار والدهم لمعايدتهم لكن على ما يبدو ان شيئا ما زال خفيا لم تجب عنه السلطات ادى الى موت المنتسب وهو في سريته بسبب منتسبين الى القانون اسمن وهم خارجون عنه فعلا تعددت الروايات والموت واحد فرواية قتل مروان ما تزال مجهولة بسبب امتناع الضباط هناك عن توضيح ملابسات الحادثة فضلا عن انهم لم يتواصلوا مع اهل المنتسب المقتول ولم يجيبوا على اي اتصال من ذويه حتى الان لا امر الواء لا امر فوج لا ضابط استخبارات الى هاي الساعة ما تواصلوا ويانا في الدنوب ويريد يساون الامر باي طريقة ذو المغدور ما زالوا بانتظار ان يأخذ القانون مجراه بالكشف عن قتلة ولدهم وانزال اشد العقوبات بحقهم ليكونوا ابرة لمن تسول له نفسه تشويه صورة السلك الاسكري بهذه الافعال الاجرامية من الانبار دريس يحيا قناة الفلوجة